اهلا بكم ونبدأ هذه النشرة بتطورات الازمة الاوكرانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودائم في اوكرانيا بما يتماشى مع ميثاق الامم المتحدة ومن المرجح ان تصوت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا على مشروع القرار الخميس المقبل بعد يومين فقط من كلمات سيلقيها عشرات من قادة الدول بمناسبة ذكرى بدء الحرب في 24 فبراير الماضي مع حلول الذكرى الاولى للعملية العسكرية في اوكرانيا تعتزم الجمعية العامة للامم المتحدة التصويت على مشروع قرار يطالب روسيا بصحب قواتها من اوكرانيا وضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم في اقرب وقت ممكن بما يتماشى مع ميثاق الامم المتحدة من المقرر ان تصوت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا على مشروع القرار بعد يومين من كلمات سيلقيها عشرات من قادة الدول الأسبوع المقبل بمناسبة ذكرى بدء الحرب في 24 فبراير الماضي تأمل كييف وداعموها تعميق العزلة الدبلوماسية لروسيا من خلال السعي الى الحصول على التصويت ما يقرب من ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية العامة لصالح مشروع القرار على غرار الدعم الذي طلقته بشأن عدة قرارات في العام الماضي بينما تعتبر قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونيا لكنها تحمل وزنا سياسيا يعول الاتحاد الاوروبي على دعم واسع من الاعضاء في الامم المتحدة ليس فقط حول مصير اوكرانيا بل احترام استقلال وسيادة وسلامة اراضي كلتا الدولتين تعد الجمعية العامة محور تحركات الامم المتحدة بشأن اوكرانيا نظرا لكون مجلس الامن المكون من 15 عضوا لا يستطيع التحرك بسبب روسيا التي تتمتع بحق النقد الفيتو مع الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وتريد اوكرانيا ان ينص مشروع قرار الجمعية العامة على خطة سلام من 10 نقاط اقترحها الرئيس الاوكراني فلودمير زلنسكي لكن دبلوماسيين قالوا ان المسودة تم تبسيطها في محاولة لكسب اكبر قدر ممكن من التأييد قال رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكية الجنرال مارك ميلي انه لا يستبعد امكانية اجراء مفاوضات بين روسيا واوكرانيا واكد ميلي ان الصراعات لا يمكن انهاؤها باستخدام القوى العسكرية وهو ما ظهر جاليا في الحرب العالمية الثانية محذرا من المخاطر المرتبطة بالترسانة النووية التي تمتلكها روسيا ومشيرا ايضا الى ان كل الجانبين ملتزموا باهدافه وبشدة دفاع الايطالية جيدو كريستيو عن امداد اوكرانيا بمعدات حماية ضد اسلحة الدمار الشامل كجزء من حزمة المساعدات السادسة واوضح كروسيتو بان ارسالها معدات الحماية من الاسلحة النووية والكيميائية لكياف جاء بناء على طلب منها مشيرا الى ان الحزمة السادسة من بينها ايضا مساعدات انسانية اساسية ووسائل تدفئة ومولدات كهربائية كشف المعهد الدولي لدراسات الاستراتيجية بان روسيا فقدت نحو نصف افضل دباباتها منذ انطلاق عملياتها العسكرية في اوكرانيا واوضح المعهد ان موسك حافظت على سلامة قواتها الجوية الى حد بعيد وقد تنشرها بشكل اكتر فاعلية في المرحلة التالية من العملية العسكرية في وقت تدخل فيه العملية العسكرية باوكرانيا منعاطفا جديدا مع اقتراب فصل الربيع واستعداد كييف لاستلام دبابات حديثة من الغرب كشف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن ان روسيا فقدت نحو نصف افضل دباباتها منذ انطلاق عملياتها العسكرية قبل عام تقريبا تقرير التوازن العسكري السنوي الصادر عن معهد الدراسات الدولية الذي يعد اداة مرجعية رئيسية لخبراء الدفاع قال ان موسكو حافظت على سلامة قواتها الجوية الى حد بعيد وقد تنشرها بشكل اكثر فاعلية في المرحلة المقبلة وذلك بعد ان وصلت معدلات خسارة بعض فئات الدبابات الروسية الاكثر حداثة الى خمسين بالمئة مما اكبر موسكو على الاعتماد على نماذج اقدم تعود الى الحقبة السوفيتية تقرير المعهد الدولي اشار الى ان الاسطولة الروسية الحالية من المضرعات على الجبهة يبلغ نحو نصف الحجم الذي كان عليه في بداية الحرب فيما قدر خسائر روسيا من الدبابات بما يتراوح بين 2000 و2300 وخسائر اوكرانيا بنحو 700 حصلت كييف على وعود بمنحها نحو مئة دبابة غربية حديثة بما في ذلك الدبابات الامريكية اوبرامز والالمانية ليوبارد والبريطانية شالينجر لكن التقرير الاستراتيجي اعتبر ان تلك الوعود قد تترجم الى تحركات للدبابات الروسية اقل عدوانية وثقة نظرا لان تواقم التشغيل تزداد قلقا ايزاء مستوى التهديد المقدم لها ويرى التقرير انه من الممكن ان تنظر روسيا في استخدام القوة الجوية بشكل اكبر وربما تقدم على مزيد من المخاطر لقسف اي تجمعات للقوات الاوكرانية على الارض وذلك بعد ان عرقلت العقوبات الغربية على موسكو قدرتها على اعادة ملء مغزوناتها من الاسلحة الموجهة التي تعتمد على معالجات دقيقة مستوردة من خارج الاراضي الروسية هذا وقد اعلن سلاح الجو الاوكراني ان قوات روسيا اطلقت 32 صاروخا تجاه الاراضي الاوكرانية وذكر سلاح الجو ان الدفاعات الاوكرانية تتمكنت من اسقاط 16 صاروخا منها كما تمكنت من اسقاط ثمانية صواريخ من طراز كاليبر اطلقت بل اطلقت من سفينة في البحر الاسود بينما ضربت صواريخ اخرى شمال وغرب اوكرانيا ومناطق في وسط البلاد كما اشار مسؤولون اوكرانيون الى ان موسكو بدأت تطبق استراتيجية جديدة تشمل استخدام المناطيض الجوية للاستطلاع تزويد اوكرانيا بمزيد من الاسلحة تصدر جدوى الاعمال وزراء دفاع الف شمال الاطلسي وتحدو الامال لاوكرانيا بالحصول على مقاتلات مما قد يغير من موازين القوى بين كياب وموسكو الزميل احمد بشتو يستعرض تطورات ملف المساعدات الغربية لاوكرانيا وكذلك العقوبات الجديدة على روسيا اهلا بكم تصدر الانفاق العسكري جدوى الاعمال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الاطلنطي وعلى مدى يومين واصلت دول الناتو في بروكسل مفاوضاتها لتسريع تسليم الاسلحة والذخائر الى اوكرانيا التي تطالب بالحصول على مقاتلات من اجل مقاومة الهجوم الروسي بشكل افضل الامين العام لحلف الناتو يانس استولتنبرج قال ان الناتو سيعمل على زيادة القدر الانتاجية ساعيا للحصول على الذخائر اللازمة للجيش الاوكراني ومضيفا ان هناك تعهدات جديدة من دول الحلف لاوكرانيا تشمل تقديم اسلحة ثقيلة اتصالا باجتماع وزراء دفاع الناتو قال الرئيس الاوكراني فلودوميرز لناسكي انه تم التأكيد خلال الاجتماع على ارسال المزيد من انظمة الدفاع الجوي والدبابات والمدفاعية الى بلاده وشدد زيلنسكي على ضرورة الاسراع باتخاذ القرارات وتنفيذها وزير الدفاع الاوكراني اولكسي ريزينكوف شدد على حاجة بلاده للمزيد من الطائرات المقاتلة لوقف الهجوم الروسي وقال ان المباحثات بشأن توريد الطائرات الى بلاده ما زالت مستمرة بشأن نوعية الطائرات التي يمكن الحصول عليها اما لويد اوستون وزير الدفاع الامريكي فقال ان الناتو لن ينجر الى الحرب مع روسيا لكنه اشار الى ان الحلفة ملتزم بالدفاع عن كل شبر من اراضي الناتو كما اكد اوستون ان الحلفة سيعمل على تجديد مخزونات الاسلحة لتعزيز الردع والدفاع على المدى الطويل بدوره قال وزير الدفاع البريطاني بين والس ان الحلفاء الغربيين يمكنهم مساعدة اوكرانيا بسرعة اكبر وذلك من خلال دعم موقفها على الارض بدلا من التركيز على امدادها بالطائرات مشيرا الى ان بريطانيا يمكنها تقديم دعم فوري من خلال توفير اسلحة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للطائرات من الانفاق العسكري الى ملف العقوبات حيث يستعد الاتحاد الاوروبي لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا هي العاشرة من نوعها وقالت رئيسة المفاوضية الاوروبية ارسولا فوندرلين ان العقوبات الجديدة ستكون بقيمة 11 مليار يورو وستشمل قيودا على تصدير المكونات الالكترونية التي تستخدمها روسيا لاغراض عسكرية اذا مع اقتراب الحرب الروسية الاوكرانية من اتمام عامها الاول جاء اجتماع حلف الناتو ليرسم الخطوط العريضة لدعم اوكرانيا خلال الفترة المقبلة من ضمن اولوية اهدافه وضع خطة لتقوية تلك الدفاعات الاوكرانية التي انهكت خلال العام الماضي شكرا لكم اعلنت وزارة الداخلية في مولدوفا العثور على شضايا صاروخ بالقرب من منطقة بريتشاني شمال البلاد دون تحديد تبعيته وفي بيان لها قالت الوزارة ان دورية للشرطة عثرت على شضايا الصاروخ بالقرب من تجمع سكني في المنطقة الحدودية نتيجة الضربات الجوية الروسية على اوكرانيا وتابع البيان كذلك ان شرطة الحدود نفذت خطة طارئة وزادت عدد دوريات الشرطة في المناطق الحدودية مع اوكرانيا للاشراف على المجال الجوي والخط الاخضر بين البلدين مضيفا ان هذا هو الحادث الرابع لسقوط شضايا صواريخ في اراضي مولدوفا عقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك جلسة مباحثات مع الرئيس البولندي اندري دودا في لندن وقد اوضح رئيس البولندي ان مناقشات تناولت العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا ودعم كييف والقرار البريطاني بتعزيز الجناح الشرقي لحلف النيتو بالمعدات والجنود كما اشار ايضا دودا الى استعداد بلاده لزيارة الرئيس الامريكي جو بايدن والمقررة في العشرين الشهر فبراير الجاري لاحياء الذكرى السنوية الاولى للحرب الروسية الاوكرانية اكد وزير الدفاع الامريكي لايد اوستن ان الولايات المتحدة مساعدة للدفاع عن دول البلطيق وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الاسطيني في العاصمة تالين اكد اوستن بان واشنطن ستقف متحدة مع استونيا في مواجهة اي ردع او تهديد لامنها هذا وقد اعلن حلف شمال الاطلسي نيتو ان الدنمارك والسويد انضمت الى مبادرة درع السماء الاوروبية اثنين وبتلك الخطوة يرتفع عدد المشاركين بالمبادرة الى 17 دولة من بينها 15 من دول حلف النيتو ودولتين فنلندا والسويد وتهدف المبادرة الى تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل لحلف النيتو من خلال تسير الاستحواذ متعدد الجنسيات على مجموعة واسعة من قدرات الدفاع الجوي وتكاملها من قبل الدول الاوروبية ومتوصلون معكم في هذه النشرة والى الاضرابات في اوروبا نظمت نقابات الفرنسية مظاهرات احتجاجية ضد مشروع قانون اصلاح نظام التقاعد في فرنسا كما دعت ايضا النقابات الى اضراب عام عن العمل قابل التمجيد اعتبارا من السابع شهر مارس المقبل وذلك في ظل مفاوضات مشحونة مع البرلمان الفرنسية وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل نظام التقاعد ومن اهم بنوده رفع سن احالة على المعاش الى 64 عاما وفي سياق متصل اعلنت السكك الحديدية الفرنسية تقليل عدد القطارات السريعة محدرة من اضراب في حركة السفر تأتي تلك الخطوة بسبب تنفيذ اضراب جديد اعتراضا على مشروع قانون رفع سن التقاعد الذي يحاول رئيس مانويل ماكرون تمريره واشارت السكك الحديدية الى انه سيتم الغاء رحلة من بين كل رحلتين بين المدن الكبرى والغاء بعض خطارات الاحياء والمناطق تنفيذا لدعوة الفيدراليات العملية للاضراب عن العمل مظاهرات جديدة تشهدها عدة مدن فرنسية اهمها العاصمة باريس احتجاجا على مشروع قانون رفع سن التقاعد الى 64 عاما بحلول 2030 كانت المدن الفرنسية قد شهدت مظاهرات عارمة واحتجاجات واسعة على مدار الاسابيع القليلة الماضية اعتراضا على مشروع القانون حيث تظاهر مئات الالاف في مختلف المدن السبت الماضي للمرة الرابعة خلال شهر ملايون الفرنسيين شاركوا في الاحتجاجات الواسعة ضمن عدة خطوات وفعاليات للضغط على حكومة الرئيس امانويل ماكرو من اجل اجباره على التراجع عن هذا القانون المظاهرات صاحبتها عدة اضرابات في عدد من القطاعات الحيوية في فرنسا حيث شاركت ثماني نقابات كبيرة في عدد منها ادت الى تعطيل العمل بالمدارس والنقل العام ومصاف النفط وتأمل الحكومة بهذا الاصلاح خفض النفقات مع وعود برفع الحد الادنى لرواتب التقاعد الى 1200 يورو لكل المتقاعدين كما تفسر حكومة عزمها على ذلك الامر بانه ضروري ضمن جملة من الاصلاحات في بلد يعاني عجزا هيكليا يبلغ ما يقرب من 14 مليار يورو كما ان رفع سن التقاعد سيساعد ايضا على زيادة معدل التوظيف في فرنسا بحسب بيانات الحكومة الفرنسية في المقابل يرفض معظم الفرنسيين مشروع القانون معللين ذلك بان السن الحالية 62 عاما مناسبة تماما للمواطن الفرنسي الامر الذي تواجهه الحكومة بان السن الحالية للتقاعد في فرنسا اقل من نظيرتها في معظم البلدان الاخرى في اوروبا الغربية حيث اتجهت ايطاليا والمانيا نحو رفع سن التقاعد الرسمية الى 67 عاما بينما تبلغ سن التقاعد في اسبانيا 65 عاما وفي المملكة المتحدة 66 عاما ونبقى في متابعة لإضرابات اوروبا ونتحول الى تامر حنفي بالستوديو التحليمي تفضل تامر بسأكير شاكل لك داليا واهلا بك أميمة واهلا بكم مشاهديا الكرام نتحول من القاهرة الى مرسيليا من هناك خالد شقير مراسل القاهرة الاخبارية خالد هذا هو الاحتشاد الخامس ولكن التعويل على السادس المدعون الى هذه الاضرابات قالوا انها فقط تأتي رغم الاحجام التي ستكون اقل مقارنة بما مضى انها فقط للضغط على اعضاء البرلمان الذين يناقشون هذا القانون ماذا لديك بخلاف ذلك؟ نعم تامر الحقيقة في هذا اليوم وفي هذه التظاهرة الخامسة الاعداد بالفعل حسب نقابات حتى العمال التي نادت بالاضرابات سواء في مرسيليا أو في باريس أو في كل المدن الفرنسية اكتر من 200 مدينة تم التظاهر فيها في هذا اليوم هي اقل اذا ما قرنت بتظاهرات واحتجاجات السبت الماضي في 11 فبراير اذا بالفعل هناك محاولة من قبل المعارضة اليسارية الفرنسية والنقابات العملية بالتأثير على الاعضاء المترددين في البرلمان الفرنسي تحت قبة الجمعية الوطنية حيث هم مدعون للتصويت على مشروع قانون التقاعد قبل منتصف يوم الغد ولهذا هناك بعض من الضغط سواء على الحكومة الفرنسية أو على الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون من خلال الشارع فليب مارتنيز منذ لحظات صرح من مدينة ألبي وهي احدى المدن الفرنسية الصغرى التي تعتبر رابع أفقر مدينة في فرنسا وهي مدينة الكاتب الكبير جانجوراس وهي مدينة لها توجهات يسارية أعلن على أن يوم السابع والثامن من مارس القادم سيكونان فاصلا في تاريخ فرنسا وأن الحكومة الفرنسية الصماء على حد وصفه لا تستمع إلى طلبات الشارع عليها سحب مشروع قانون التقاعد حيث أظهرت آخر استطلاعات للرأي أن 73% من الفرنسيين يرفضون رفع سنة قانون التقاعد وجما جاء في التقرير تامر الحكومة الفرنسية تريد أن تصل بالسن إلى 64 عاما للتقليل من الخسائر في الموازنة العامة للدولة وفي نفس الوقت تضرب مثلا بالدول الأوروبية الأخرى التي يصل فيها سن التقاعد إلى 68 عاما ما زالت عمليات الشد والجزء والاتهامات المتبادلة تامر الحياة بين الحكومة الفرنسية من ناحية والمعارضة اليسارية وأقصى اليمين حزب التجمع الوطني من ناحية أخرى هناك أيضا بعض من الاتهامات وجهت إلى الحكومة الفرنسية حيث أثبتت النقاشات في الفترة الأخيرة لوزير العمل الفرنسي أنه ليس كل الفرنسيين سيحصلون على ما قاله الرئيس الفرنسي 1200 يورو كحد أدنى للمعاشات هي فئة واحدة وهناك شروط لا يمكن أن تتوافر إلا على بضع الآلاف فقط ولهذا اتهمت الحكومة بالكذب من قبل النقابات العملية التي تبدو تستعين بالشارع في الأيام القليلة القادمة وبصفة خاصة في السابع والثامن من مارس القادم وأيضا نقابات الطلاب تامر أيضا طالبت باحتجاجات كبيرة في التاسع من مارس إذن فرنسا معرضة للشلل التام في أول مارس القادم في الوقت الذي سينتقل مشروع قانون التقاعد من البرلمان الفرنسي والجمعية الوطنية إلى مجلس الشيوخ لتعديله أو لإقراره خالد أنت تحدثت عن النواب المترددين ما هي أسباب التردد في تقييمك تبقى للبيانات المعلنة وأن حكومة إليزابيث بون لا تمتلك هذه الأغلبية الضابطة الحقيقة بالفعل الانتخابات النيابية الأخيرة جعلت الرئيس الفرنسي يفقد الأغلبية التي تمكنه من تنفيذ مشاريعه ولهذا هو يعتمد على أعضاء الاعتلاف اعتلاف أحزاب الوسط الفرنسي وأيضا بعض من أعضاء أحزاب حزب الجمهوريين الفرنسي العريق الحزب اليميني ولكن حالة الانقسام داخل البرلمان الفرنسي تأتي من خلال تخوف بعض هؤلاء النواب من الناخبين وبصفة خاصة أنه سيتم الإعلان عن أسماء من سيعطي صوته لصالح هذا المشروع ولهذا هناك البعض من طالب بأن تكون التصويت ليس بصورة علنية وإخفاء معلومات من صوت معه ومن صوت ضده وبصفة خاصة أنه كما قلت جميع استطلاعات الرأي بتؤكد أن أغلبية الفرنسيين يرفضون مشروع قانون التقاعد ولهذا هذا هو التردد وهذا هو التخوف وبصفة خاصة أيضا أن فرنسي قابلة على انتخابات أخرى وهي انتخابات خاصة بالبرلمان الأوروبي ولهذا الجميع يخشى أن يخسر شعبيته من خلال عدم شعبية مشروع قانون التقاعد المزمع التصويت عليه يوم الغد على أهم نقطة فيه في يوم الغد قبل منتصف الليل إذن هذا هو خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية شاكل لك خالد إذ كنت معنا من مرسيليا ولأننا نتحور إلى دليا نجاتي وأواننا تمام لاستكمال باقي ملفات هذه المشروع تفضل شكرا جزيلا لك تامر صوتت نقابة عمال البريد الملكي في بريطانيا لصالح تنظيم مزيد من الإضرابات احتجاجا على غلاء المعيشة ويخوض البريطانيون إضرابا واسعا هو الأكبر من نوعه في ثمانينيات القرن الماضي وسط مشاركة مدرسين وموظفين وسائق قطارات ومحاضر جامعات وموظفي مطارات ودفعت الإضرابات إلى إغلاق نحو 23 ألف مدرسة فيما أطربت حركة القطارات وسط خروج محتجين إلى الشارع للمطالبة بتحسين ظروف معيشتهم في الأثناء قررت نقابة التمريد البريطانية تصعيد الإضراب الشهر المقبل وكانت وسائل أعلام بريطانية قد أفادت بزيادة الإضرابات بقضاء التمريد في مملكة المتحدة مشيرة إلى أن الخدمة الصحية قد تتأثر بشكل سلبي بسبب الإضرابات كما شهدت أيضا خدمة التأمين الصحية إضرابات متكررة من العاملين بقطاع التمريد والإسعاف منذ شهر ديسمبر الماضي حذر أصحاب المتاجر الكبرى في بريطانيا من أن أسعار المواد الغذائية ستستمر في الارتفاع حتى نهاية هذا العام وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تكلفة الطعام والشراب ارتفعت بنسبة 16.7% الشهر الماضي وهي نسبة أعلى من معدل تضخم الإجمالي البالغ 10.1% وقدر الدوائر اقتصادية محلية بأن عشر الأسر الأفقر في بريطانيا تواجه معدل تضخم يبلغ 11.7% تشهد ألمانيا غدا إضرابا في سبعة مطارات للمطالبة بزيارة الأجور وكان الاتحاد العملي في ألمانيا قد دعا إلى تنظيم إضراب لمدة 24 ساعة بعد فشل المفاوضات بشأن زيارة الأجور وقد حضرت الشركة المشغلة لأكبر مطار بألمانيا في فرانكفورت من أن الإضراب المزمع سوف يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الحركة الجوية تعطلت المواقع الإلكترونية الثلاثة لثلاثة مطارات ألمانية على الأقل وذلك بعد يوم من عطل كبير في شبكات المعلومات في شركة لوفتانزا ترتب عليه تعطل ألاف المسافرين وبقائهم عالقين في مطار فرانكفورت ومن بين المطارات المتضررة مطارات في دورسدورف ونور ميرج ودورتموند بينما تعمل المواقع الإلكترونية لأكبر المطارات الألمانية في فرانكفورت وميونيخ وبرلين بشكل طبيعي وأكد متحدثهم باسم مطار دورتموند أنهم يعملون لإصلاح العطل مضيفا أن من غير المرجح أن يكون العطل بسبب حمل زائد اعتيادي مرجحا أن يعود السبب إلى هجمة قرصنة قال مسؤول بالبيت الأبيض إن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي سوف تكتمع مع المستشار الألماني أولاف شولز ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وذلك خلال زيارة إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن وأضاف المصدر المسؤول أن هاريس سوف تكتمع أيضا مع الرئيسي وزراء فنلندا والسويد لبحث عملية انضمام البلدين إلى حلف الشمال الأطلسي كما من المرتقب أيضا أن تناقش على علاقات مع الصين في اجتماعات مع زعماء الأجانب وأضاف المصدر المسؤول أن نائبة الرئيس الأمريكي سوف تبحث الخطوات المقبلة في دعم واشنطن لكييف أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل المسؤول الألماني أوليف شولتز في واشنطن في الثالث من الشهر المقبل وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض بأن زيارة شولتز تمثل فرصة لإعادة التأكيد على روابط الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة وألمانيا وأضاف البيان أن اللقاء سيناقش الجهود المستمرة لدعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا كما سيناقش الجانبان كذلك تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي والتعاون المتواصل في مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية والعالمية قالت الشرطة الألمانية أنها تنفذ عملية كبيرة الآن في شرق العاصمة برلين بعد انطلاق اندار من هجوم في مركز توظيف فأوضحت الشرطة الألمانية أنها تقوم بتأمين خدمات الطوارئ في المبنى المؤلف من خمسة طوابق فضلا عن إغلاق الطريق الذي يقع به المبنى متواصلون معكم في هذه الساعة الإخبارية وفيها لكن بعد الفاصل الأمم المتحدة تعلن إرسال 40 شاحنة جديدة إلى سوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال ترجمة نانسي قنقر من جديد أحييكم ونتابع في تدعيات زلزال تركيا وسوريا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 من تتحكم الآن في هذا الاتصاد بالتأكيد جميع السلع جميع الخدمات جميع حتى السلع الغذائية أيضا في سوبر ماركت يابي الكامل مقيمة وفقا لسعر صرف السوق الموازيع أو السوق السوداء وكان هناك توجه أساسي وأعلنه وزير الاقتصاد اليوم أن يتم دولارة الأسعار وليس دولارة الاقتصاد دولارة الأسعار بمعنى أن يتم كتابة جميع أسعار السلع والخدمات في لبنان بالدولار الأمريكي بما في ذلك أسعار السلع في السوبر ماركت السلع الغذائية الأساسية ثم يقوم المواطن بدفع قيمة هذه السلع بالليرة اللبنانية أو بالدولار ولكن يتم دفعها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف اللحظي أثناء الشراء هو سعر متغير كما قلت ما هي الحكمة من هذا القرار يا أحمد؟ يقول وزير الاقتصاد أنه حل ربما وليد الأزمة ولكن هناك عشوائية كبيرة جدا في التسعير ووضع وصف وزير الاقتصاد اليوم بالفوضى الكبرى فهو أكد أن هذا الأمر ربما يثبت أسعار السلع ولكن في ظل دولار متغير وبالتالي يمنع أو يقطع الطريق أمام المتاجرين بهذه الأزمة من الرفع الغير منطقي للأسعار بشكل تدريجي على مدار اليوم فربما هذه الخطوة يراها أنه حينما يتم تثبيت أسعار السلع بالدولار فبالتالي يكون متغير واحد فقط وهو سعر الدولار الأمريكي وليس سعر السلع بشكل عام فهو يرى أن هذه وسيلة لضبط الأسعار وسط مخاوف من قطاع كبير جدا من المواطنين بما في ذلك الاتحاد العمالي العام في لبنان الذي أبدأ مخاوفه من أن تكون وسيلة للسوبر ماركت بإجبار المواطنين للدفع بالدولار وبذلك لمن لم يحمل دولار ومن ليس معه دولار فبالتالي لا يستطيع الفصول على هذه السلع الغذائية وحينها قال وزير الاقتصاد أنها تجربة قابلة للتصويب وقابلة للتربع عنها ولكن هي محاولة لضبط الأسعار إذن أحمد سنجاب مراسد القائرة الإخبارية شكرا لك إذ كنت معنا من بيروت والآن نتحول إلى ذريع ناجاتي وأميم تمام لاستكمال باقي ملفات هذه المشرة شكرا لك تامر أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل وإصابة 14 عنصرا من الجيش العراقي وتنظيم داعش خلال الاشتباكات الدائرة في فضاء الطارمية شمالي بغداد وأوضح المصدر أن الاشتباكات قد أسفرت عن مقتل أربعة عناصر من الجيش من بينهم آمر الفوج الثالث وإصابة آخرين بجروح فيما قتل أربعة من عناصر تنظيم داعش وأضاف المصدر أن قوات الأمنية لازالت تخوض اشتباكات مع عناصر التنظيم الإرهابية في الطارمية وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل ثلاثة من تنظيم داعش أثناء مداهمة وكل لهم وذلك ضمن العملية الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية اعتقلت الشرطة السربية ثلاثة أشخاص في بلغراد بعدما هدد قوميون متطرفون وموالون لروسيا بتنظيم أعمال شغب إذا قبلت سربية خطة مدعومة من الغرب تستهدف تطبيع العلاقات مع كوسوف وقالت وزارة الداخلية السربية إن المعتقلين الثلاثة متهمون بالدعوة إلى تغيير عنيف في النظام الدستوري وحيازة أسلحة بشكل مخالف للقانون يشار إلى أن روسيا تعارض استقلال كوسوف منذ انفصال الإقليم عن سربيا قبل خمسة عشر عاما وأما في مصر فتنطلق فعاليات مهرجان أسوان الدولي لثقافة والفنون في دورته العاشرة حتى الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري بمحافظة أسوان ومدينة أبو سنبل وتشارك في المهرجان هذا العام 11 فرقة من فرق الفنون الشعبية تابعة الهائة العامة لقصور الثقافة كما تشارك أيضا عشر فرق عربية وأجنبية ونبقى مع مهرجان أسوان وتفاصيل أوفة مع تامر حنفي تفضل تامر شكرا شكرا أميمة وأهلا بكم مشاهديا كرام نذهب إلى أسوان أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية من هناك أيمن تسع دورات أقيمت الآن العاشرة ماذا بها ماذا يختلف عن ما أقيم في الدورات التسعة الماضية أعلن بك تامر أسوان من أكثر الأماكن يعني تشهد على عظمة وتاريخ المصريين القدماء حيث دائما ما تستضيف المهرجانات الهمة يأتي من ضمنها مهرجان الثقافة والفنون التي يأتي في دوراته العاشرة هذا العام ربما الاختلاف هذا العام بأن هذا المهرجان يأتي في التوقيت يعني مصر بتشهد زخم سياحيا كبيرا حيث تخطى عدد السائحين يعني 11 مليون سائح حتى الآن لنتحدث عن هذا المهرجان دائما ما يتزامن في وقت تعامد الشمس على وجه الملك رمصيس الثاني في الثاني والعشرين من فبراير الجاري دائما ما يتم الاحتفال به قبله باسبوع بداية من اليوم حتى تعامد الشمس على وجهه في الثاني والعشرين من فبراير القادم كما نعلم بأن المصريين القدماء دائما ما يحتفلون بهذه المناسبة في الثاني والعشرين من أكتوبر وأيضا في الثاني والعشرين من فبراير يعني كحسب المعتقدات المصرية القديمة على هامش هذا المهرجان انطلقت في الصباح اليوم يعني في الساعة العشرة من صباح اليوم عروض يعني بالمراكب النيلية كانت كل مركب بها دولة من العشر دول المشاركين يقومون بعروض مختلفة لثقافتهم تمهيدا للمهرجان الذي سينطلق يعني في خلال ساعة من الآن بأحدى الأماكن في أسوان وأيضا بالإضافة إلى مصر التي تشارك أيضا بأحد عشر فرقة من مختلف المحافظات يعني تقوم بعرض فنون شعبية وفنون مصرحية مختلفة في هذا المهرجان لو نتحدث أيضا عن يعني أكثر أو الدول العربية المشاركة نجد أن فلسطين ومصر أيضا والسودان وأيضا من الدول الأجنبية التي تشارك تأتي من ضمنها يعني سريلانكا واليونان وبولندا وأيضا المكسيك ورومانيا وأيضا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وسولفاكيا لو نتحدث أيضا في متاء اليوم تحديدا سيتم يعني في بعض الافتتاح الرسمي لهذا المهرجان سيتم عرض مقدم من جميع الفرق المشاركة والتي تقدر بواحد وعشرين بمشاركة سبعمائة يعني فرض من هذه الفرق من جنسيات مختلفة سيقومون بعروض فنية مختلفة تمهيدا للعروض التي تتنطلق بيد ذاتا من الغد في أربعة عشر منطقة في أسوان أيضا لو نتحدث أيضا عن الهدف من هذا المهرجان بالتأكيد له أهداف وهي التبادل التقافي بين مصر وأيضا دول أفريقيا والدول الدول الأجنبية من ناحية ثقافية وأيضا كنوع من التنزه أيضا لقامة الحفلات في هذه في أسوان في وقت يعني أسوان بتشهد فيه دائما في التوقيت الشتوي دخما سياحيا سواء من ناحية يعني من الدول الأخرى أو من أيضا من داخل مصر بشكل عام فهذا يعتبر متنزه وأيضا كوسيلة ترفيهية لتعرف على الثقافات المختلفة والعروض المختلفة داخل هذه داخل أسوان بالتأكيد بعد ساعة من الآن في انطلاق هذا المؤتمر سيتم الإعلان أيضا عن فعليات مختلفة إذا منتظروا إلى هذا الحين أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية شكرا لك إذ كنت معنا عبر هذا الاتصال من أسوان نذهب إلى داليا نكاتي وأميمة تمام باستكمال باقي ملفات هذه المشهر شكرا لك تامر والآن مشاهدين نتحاول معا إلى أخبار الرياضة رياضيا سوف يكون عشاق السحرة مستديرة على موعد مع نهائي مبكر يجمع برشلونة صاحب الأرضو مانشستر يونايتد في ذهب ملحق دور 16 من الدور الأوروبية يسعى الطرفاني لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب المقرر لها على ملعب أولد تريفورد سعيا وراء الاستمرار في مسلسل النتائج الإيجابية محليا وأوروبيا يستضيف برشلونة فريق مانشستر يونايتد في ذهب ملحق دور 16 من الدور الأوروبي فعلى ملعب كامب نو يخوض الفريق الكتالوني الموقعة وسط غياب القائد سيرجيو بوسكتس بعدما تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة إشبيلية في الدور الإسباني ويسعى البلوغرانا لتحقيق فوز يضمن له بعض الأريحية قبل مباراة الإياب التي تقام على ملعب أولد تريفورد بعد سلسلة من الانتصارات بالدوري تخللها التتويج بلقب كأس السوبر الأسباني على حساب غريمه التقليدي ريال مادريد البارسا انتقل للعب في الدور الأوروبي بعد احتلاله للمركز الثالث في مجموعته بدور أبطال أوروبا خلف بايرن ميونخ وإنتر ميلان على الجانب الآخر يبدأ الشياطين الحمر الموقعة وسط غياب بالجملة أبرزها الثنائي مارسل سابيتزر وليساندرو مارتينز بداعي الإيقاف الأوروبي في حين سيكون لاعب الوسط البرازيلي كاسميرو متاحاً للمشاركة لكون عقوبة الإيقاف التي صدرت بحقه عقب الإقصاء بالبطاقة الحمراء أمام كريستل بالاس تسريع على المباريات المحلية فقط مان يونيتد يلعب في ملحق دور الستة عشر من البطولة بعدما أنهى دور المجموعات محتلاً المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف المتصدر ريال سوسيداد والآن نتحول لمنافسات بطولة روتردام للتنس حيث تأهل الهولندي تالون جريكسبور للدور الثمانية بعدما حاول تأخره أمام منافس الألماني أليكساندر زيفريف وحسم اللاعب الهولندي نتيجة اللقاء بواقع 466364 ننهي نشرتنا الإخبارية ولا يتبقص وتذكيركم بأهم العنوية الرئيس بيلاروسي يؤكد ضمان أمن الناظري الأوكراني خلال أي مفاوضات مقبلة مع روسيا تستضيفها منسك مظاهرات في أنحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد تحذيرات جديدة من استمرار ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية في بريطانيا لمزيداً من المتابعات يمكنكم دائماً زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستجرام يوتيوب ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فرتيكاً كما يمكنكم أيضاً مشاهدين تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو ويل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة أمامكم نشكركم لطيب المتابعة إلى لقاءنا القاهرة عاصمة الخبر اشتركوا في القناة